على بلدنا اللي احنا بنبنيها بتكلم على اللي احنا بنعمله في بلدنا احنا عندنا صعوبات وتحديات رهيبة بقولناش تاني رغم كل كده الشعب المصري متحمل تحدياته متحمل الصعاب متحمل مشاكله شعب المصري متحمل عشان بلده ما هو شاب بلده حصل فيها خراف في 2011 دفع التمن في 2011 وما زال بيدفعه عما تيجي النهاردة تيجي تقول لي شعب المصري ايو شعب مصري والله يدفع تمن غالي وعشر سنين عمليات ارهابية عشر سنين متصلة ارهاب 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 الحمد لله ضمرنا الارهاب واللي وراء الارهابيين قطعنا رؤوس الارهاب بالكامل 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 بالمناسب معنا الكلمة يعني والحمد لله واحنا بنعمل النهاردة تتحرك في كل شبر على الارض كل شبر على الارض مصري ده احنا شمال سيناء النهاردة بنعمل فيها تنمية لم لم تسبق على مدار تاريخ سيناء هذه التنمية اللي بتعمل النهاردة لما أحد رجالة مصر السائق اللي هو تكلم سمير تقريباً من الغربية بقول لك أنا اللي عارف مصر فيها عشان رجل عاشي حينة بيجوب مصر بقول لك الطرق دي وفرت لإيه ادى لك مسأل واحد نفق الشيطة عحمد حمدي والأنفاق اللي اتعاملت دلوية تحية مصر قال لو كنت بععد 3-4 ساعات بععد أو 3-4 ايام أو 4 ايام مستني عدي من الشق أو من الغرب بين أو إيه 4 ايام مستني 3 ايام مستني النهاردة 5 زاق يكون يا شرق يا غرب وهو ده جزء حضرتك لما تعرف الحكاية تعرف البلد دي لما عملت عشان إيه عشان بكرة وعشان بعد بكرة كمان لما عملنا النهاردة ربطنا البلد كلها كل مصر النهاردة بقت كده هو ده ايه ده معناه ان انت تقول نهاردة النهاردة تروح اي مكان في اي وقت عندكش اي مشكلة ما هو ده خلي بالحضراتكم ده مسألة مش بسيطة انك تنزل في اي وقت تروح اي مكان عندك بدل الطريق عشر طرق ما ده كمان شغل مهم الله والبلد النهاردة يبقى عندك مواصلات كويسة يبقى عندك مواصلات نظيفة يبقى عندك حاجة تريق بالشعب المصري هو ده ايه وده معناه ايه وده لما بتعمل ما هو ده كله بتعمل للناس هو بتعمل لمصر بتعمل للشعب المصري طبعا مع كل اللي حاصل حواليك النهاردة ده السودان النهاردة عاملين يدباحوا في بعض السودان النهاردة ميليشيات الدعم السريع عاملين مسبحة فيه أكتر 200 واحد ماتوا أتلوهم ضربوه بالنار زي بتاع داعش بعد شو يوره لكم والله دواعش بالزبط بتقوح حميت دول مسكوا السلاح والناس على الأرض صفوهم داعش داعش بيرتكب عمليات في السودان ضد الشعب السوداني بتكلمك على بلد جنبنا شقيقة كنا مع بعض في وقت من الأوقات مصر والسودان كنا مع بعض وقت واحد شوف النهاردة حميت بيعمله في الشعب السوداني بيتبح في الناس عشان مش وقفين معاه تبو تخيل لم يبقوا فيه ميليشيات بيحصل إيه للناس الآمنين الآمنين بتكلمكش على جيش بتكلمك على الناس المدنيين بيخدو